السلام عليكم ورحمة الله أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة الوصفة اليوم هي وصفة تنقيات البشرة هي وصفة صحراوية لأن هذا المقبل الأساسي اللي أدره فيها هو هذا هذا الناطا هذا الحلوة هكذا أو هذا الفانيدة هذا الفانيدة دي الناطا هو اللي تحتفى الداخل ولكن هي تعرفت في الأول هنا في جنوب دي المغرب يعني في الصحرا لأنها كانت تجي في الأصل من إسبانيا وهما المعروف بأنهم يستوردوا بزاف دي المواد من إسبانيا ومن بينهم هده ناطا هده ناطا غنديروا بواحد الماسك زوين بزاف ولكن بالطبط شفتوني كيفش كنت تكلع بها بالأصبع ديالي يعني خاصة تكون ديك ناطا اللي كتبغج ديك اللي كتبغج اللي كتبغج إلا درتيها بيدك بحالة كده ما كتكونش قاصحة كتكون بحالة شكل ديال اللي لعاجين هكتا قاصح شي شوية هده ناطا غادي نديرها بوحدة طريقة زوينة بزاف ولكن كنوا على يقين البناطرا هكت صفي غير هي الشرط أنكم خصكم تديروا على واحدة البشراء اللي تكون قيم زيان إما بحالة مشيت الحمام ولا دخلتي درتي شي دوش سخون ولا درتي قوم ماش لوجهك قدري ديحت المناطق أخرى كما شفتوا أنا دفت على شوية ديال ما عقب درتها هكذا فكسروا النار درتها فق النار حتى كيسخون داك الماء وهلي كنزولها وكان بقى نخلط 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 يارا بسرعة كتدوب كما كنعرفوا اللي كنزيز عليهم هدناطا وكيشريوها لهم والوليداتهم راها كتدوب بسرعة يعني حتى في الفم ما كتبقيش تغزي فيها وإنما كغير كتاكلها كتتعجن في الفم صاف يدوب تفتك شوية ديال ما شفتوا را درت غير قياس دلماء غادي ندير المكوين تاني اللي هو أي مكوين يكون ديال الحليب من الأحسن هكذا يكون فروماج باش ما يكونش سائل بزاف أي نوع ديال الفروماج المكونات المكوين الأول والتالي تقريبا غادي يكونوا نفس عندهم نفس الاشتقاق يعني حتى ديك ناطا راها فاش كتشوفو دك الصورة اللي فيها فيها الصورة ديال بقرة يعني راها من المشاقة ديال الحليب على ما أظن أنا معرفاش مكوينة ديالها هاد الفروماج اللي درت هنا من الأحسن تكون خارجة متلاجة باش كاتم عسلكم هكذا بسرعة وبسهولة وغا نضيف عليه هادك الناطا اللي ذوبت في الماء وصفة زوينة وصفة كلها ما غادي ما كينش احد اللي غادي يديلو حساسية لأن مكوينة ديالها كلهم كيتكالو صافي غادي نخلط فيها هكذا بشوية بشوية حتى يندمجوا المكونات كاملين غادي نضيف هنا الليبون او القهوة سريعة دوبان اي نوع عرفتو بقنا قهوة سريعة دوبان راتي يزوينة بالنسبة للاتخاص ديال الحبشباب بالنسبة للكلف بالنسبة اللي مهم كتصفي لنا البشرة وإلى ما كانش عندك هاد القهوة سريعة دوبان غادي نديروا واحد المكوين آخر اللي غير هو ذا بما عنديش المسحوقة والبودر ديال القرنفل يكون نية لبزاف راتها هو زوين في هاد هو حسن من هاد القهوة سريعة دوبان غير أنا ما عنديش ومن بعد غادي نضيف المكوين الغني على التعريف الطبيض وفي إزالة ذاك الصهضة ديال البشرة اللي كتكون بالشمس مهم أراه زوية من بزاف اللي هو نشا كان عارفوا أي نشا ولو نخدوا غير واحد البطاطا ونقطعها شعرائح وندوزع البشرة ديالنا اللي كتكون نقية را كتعطينا واحد كتصفي لنا البشرة بحالها كده تكون غير في الكوزينة وكتنقوا في الخضراء ولا شي حاجة خدي واحد شوية ديال البطاطا وإما حقيه دهني بالمدين والبشرة ديالك وإما هكذا كدوك الشعرائح دهني بيدالي واحد شعرائح ودهني بيع الوجه ديالك وصح في كملي تنقية ديال الخضراء ديالك كملي الشقاء ديالك را ستصيبي بأن البشرة ديالك ستتكمش عليك شي شوية لأنه را نشا ديال البطاطا ديالك ومن بعد حتى تسالي وغسليه شفتوا هكذا كفشكة خلطها خلطها مزيان حتى إلا ما بغش تخلط لك ديريها بشي طرر بيكون صغير وراء كده خلطها ولكن أنا خلطها غير بالمعلقة غير مرة مرة كان نصيب شي بغشي كلي حاجة كده كان عاود نبركها ليه بالقافة ديال المعلقة هدي هي الوصفة ديالنا ها وصفة زمينة بزاف غزالة حتى في الملمس وفي الرائحة غزالة غزالة بزاف وغنديروها ديريها ببانسو ديريها بقطون ديريها بأي حاجة كده عندك ماشي ضروري ديريها ببانسو ديريها بقطون ديريها غير بالأصابع ديالك غير كيف ما قلت لكم البشراء تكون نقية يعني ما تكونش ما يكونش حاجز اللي بحل وساخ بحل مرة ما كان قوليش لوسخة دي يكون باي لوسخة راك حلو لا لا بحل يعني تكون إدك ماشي ماشي مقومية أنا في أغلبية الأحيان هاد الوصفات في ذك شي في أغلبية الأحيان وما برفوع ما كان نكون شاكده في أغلبية الأحيان تنذيرها فاش بحكة نكون مشيت الحمام ولا درت شي شي حكا نت في الدار ديال المعقول وما حكا الوسخ محيد الوسخ إلا ما كنتش كنت غير مدوشة ولا شي حاجة كندير قوماج ضروري ما تدير قوماج باش هاد الوصفة كتعطيك واحد نتيجة زوينة رائعة بزف وفي حالة ما إلا درتها في اللول ودرتها على البشراء ديالك متنسيخة يعني في هادك ماشي مقومية غدت ما غدت تعطيكش نتيجة وصافي غدت تقول بأن الوصفة مزوينة ما غدت تبقى يديرها مرة أخرى إلا أن هي راه زوينة بزف كيف ما قلت لكم غير تبعوض الخطوات شفتوا مقونات سهلين وقدروا يكون عدنا في كلهم في الدار البون والقرونفل النشا هاد ناطة ما كتبعش غالية راه رخيصة وكذلك فروماجة كل شي رخيص ولمع مقونات كلهم زوينين وقدروا يديرهم حتى يوميا هاد الوصفة قدروا يديرها يوميا لأنا معندها السلبية كيف ما قلت لكم ما قدرش إنها حساسية ديري هالوجهة ديالك ديرها العلق ديالك الناس اللي كيعاني ومن داك الإسويدات اللي كيكون عندنا في العلق ديالنا ولا في المرافق في الركاب في أي منطقة منطقة بينها ولا منطقة مخزونا راهزونا بزف كني البنات اللي صغار كيعاني غير من الأسر ديال حب الشباب يبقوا يديروها وهذا الوصفة ركس قدر يتخليها واحد النهار مثلا واحد النهار حتى اليومين داك النهار والغد تخليها غير على غير هكذا خارج دلاجة وما يلا بقيت عندك كما تشوف ركس ندروا منها واحد الكمية قليلة بزف في لدرجة غير الوجه ولي يديك غدي تبقى عندك فاش غدي تبقى عندك ديرها في واحد العلبة اللي كتسد وديرها في تلاجة حتى تبغي تديرها وخط ديرها برده يعني كيبقى عندها نفس المفعول وصفة زوينة بزف اللي يدروها البنات ويدروها حتى الرجالة ووصفة اللي كان نصح بها صيغتوا البنات اللي كيتعرضوا للشمس ولو ما تكونش عندهم دوك لطخاص ولو وديريها تفكر ده بقى أنك تديريها حتى الهالات السوداء يعني يكون عندك الهالات تبقى تقربها العينك ما غادي تدرك والو غير احنا كان عارفو بأن العين راح مخصت مخصت دار فيها حتى شي حاجة نقربها العيني ونقدر نديرها بواحد لكوش اللي تخيمان سعى واحد شوية بالوبو دي وسبوع ديالي ونديرها فوق العين كي اللي عندهم دك حلية ديال العين نديرها ما بالحاجب والعين غير أنا ما نديرها بواحد الكيمية قليلة اللي هي غا تصرب لي في العين ديالي هاد الوصفة راها زوينة بزف إلي درتوها غادي تقدري تديريها انتي ودراحتها البنيتها صغيرة وراء ديالك يعني لقيتي بنتك عند هدي تخاص تخاص الحبوب تخاص ديال الشمس بنية غير صغيرة وراء تقدري تديريها وغا تعدك ترجعوا لي في تعالق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته